وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي تفاقية لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان بحضور وزيرة التغطية الدكتورة هلا السعيد يأتي ذلك في إطار تعاون المثمر بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف الوصول لمياه شرب كافية وصرف صحي وأمن غذائي في قطع المياه الذي يضمن صحة جيدة لأجيال المستقبل على التحاد الأوروبي مهتم أهمية بالغة ويولي أولوية كبيرة لقطع المياه على مدار آخر عشر سنوات أو حتى آخر خمسة عشر عاما ولدينا عدد كبير من المشروعات في قطاع المياه بكافة جوانبه من بينها المشروع الذي كنا نتحدث عنه اليوم هناك مشاريع متعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي هناك مشاريع متعلقة بالمياه النظيفة مشاريع أخرى متعلقة بإعادة تأهيل قنوات الري وشبكات المياه وصرف الصحي بشكل عام وبالتالي فهناك العديد والعديد من المشروعات حتى أننا أيضا مشاركون في إطار الاتحاد الأوروبي في مشروعات متعلقة بأبحاث إزالة ملوحة المياه وبالتالي فإن قطاع المياه كان وسيبقى أولوية بالنسبة لنا والاتحاد الأوروبي اشتركوا في القناة